كما هو الحال في معظم مدن العراق كشفت الأمطار التي هطلت خلال الأسابيع الماضية عن حجم الانهيار الذي تعانيه البنى التحتية ففي حي الأمين بمدينة الفلوجة فرضت الأمطار ما يشبه حظرا للتجول بعد أن غمرت الشوارع والساحات لتكشف زيف عمليات الإعمار الشكلية التي يتحدث بها المسؤولون في محافظة الأنبار نحن منطقة حي الأمين الفلوجة يعني هذه المنطقة مونقوا المنسية وإنما مقصودة أن يتركوها بهذا الحال أذن الجامع وبقولت الله أكبر يعني لا المصلي يقدر يطلع للجامع لا الطفل يقدر يروح لمدرستة لا المرأة يقدر تطلع من بيتها لا الرجال يقدر يروح الشغلة العالم القاعدة هنا وساكنة كلهم عراقيين وكلهم غصبا عن شواربكم وأنهم حق بهذا البلد فلوس مصروفة ميزانية للمحافظة فلوس الميزانية مع المحافظة وين قاعد تروح وعلى الرغم من السنوات العجاف التي عاشها العراق أظهرت موجة الأمطار الأخيرة مقدار الفشل والتخبط في عمليات تبليط الشوارع وإنشاء خطوط تسريف المياه لتزيد من المعاناة الناجمة عن النقص في الخدمات الأخرى نعاني المجاري من مي من تمطار الدنيا من الكهرباء كنت مقطوعة عندنا أحجي الصراع هاي حكومتنا غير بوقوا نهد الله يشهد علينا لا يساون شوارع لا يساون مجاري هاي المجاري قدام عيوني باوع المدرسة عندك الطلاب أخصم بالله من يروحون هذه شوارع كلها طين ما تقدر تمشي أخصم بالله لا توجد خطة لمواجهة الأمطار التي قطعت أوصال أحياء الفلوجة بيد أن سكان حي الأمين يرون أن حيهم هو الأكثر تضررا بسبب غياب البنى التحتية ما أدى إلى منع طلاب المدارس من الالتحاق بالدوام فضلا عن الضرر الكبير الذي لحق بالمنازل جراء ارتفاع مناسيب المياه في الشوارع السبت سنقات انترست مي فابت على بيوت كل أسبوع نسحبها الله وكيك محمد كبير اخو روح شوفها هاي تيجي ويا أشوف كياه كل رأس أسبوعها للماء عندهم يسحب سبت تنقماله من هولات ما بيها لا بيها خدمات لا صرف صحي لا كل شي ما بيها مجاله ماكو خدمات ماكو احنا قاعد نسوي الشوارع من فسنة ترابحنا قاعد ندفل وهاي بلدية ماكو وقيم مقام ماكو ما قاعد يطلع قيم مقام في الشهداء ولا يطوبها ويقول سكان حي الأمين إن مشاهد غرق الحي تفضح بروبوغاندا الإعمار في حين لا يكتفي المسؤولون بفشلهم وفسادهم بل يهددون أي مواطن يتحدث عن سوء الخدمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر